هذه المعونات الغذائية والإغاثات الإنسانية لتجار وميسوري الحال لم يكشفوا عن هوياتهم قدموها للنازحين من محافظة الأنبار والقاطنين في قضاء أبغريب ثلاث مخيمات وقفت عندها الحرة في قضاء أبغريب هي الأمل والسلام والشمس لرز أوضاع مئات النازحين من أهالي الأنبار خلال توزيع إغاثات إنسانية مخيم الشمس واحد من المخيمات النموذجية الذي استقطب مئتين وثلاثين عائلة بعد غارق أماكنها السابقة جراء الأنطار وتسكن كل عائلتين ضمن غرفة واحدة وفوق تلك المعاناة تفاجأت بعدم اكتمال بنى المخيم التحدية كهرباء ماكو، مدارس ماكو، مادة ماكو الطالب إذا يجي حلب الخمسة للعصر يصير على يتمال الجداحة يقضي دروسه جابوا المولدات ذبوها نهنانة وبس الناخ الصور وياها الماء هذا نصعد لازم من النانة نصعد على الفوق بعض النازحين من المسنين انهارت منازلهم ولجأوا إلى هذه المخيمات التي شيدت بتمويل من منظمات دولية الأوضاع تتفاقم مع قدوم فصل الشتاء لوجود نقص حادم في الأغطية ووسائل التفئة قادرنا مصاليخ وشاثنا ديوعون الضيب وبيوتنا واقعة علينا دينا مهجرين دينا تلعب بالنفس مكاننا والحمد اللي على وعد الله مصيبة الحقيقة اللي حلت بالنازحين الكارثة الحقيقية للنازحين نتكلم على أوضاع عندما نكون نتكلم على جهة مستقرة وتحتاج إلى ترتيب أوضاعه اليوم ماكو فوضاع اليوم أكو شبه فوضاع في تقديم الخدمات للنازحين عشرة من الأطفال النازحين تركوا مدارسهم قبل أيام لبعد بعض هذه المخيمات عن وسط القضاء ومخاوفوا من ملاحقة كلاب سائبة نحوهم ماذا نروح؟ ماذا؟ سلابطة من وراء وبعيدة مدرسة ورد مدرسة نانا لأن مدرسة حال بعيدة وأخاف حياتي وترنو عيون النازحين نحو تحرير محافظة الأنبار للعودة إليها وطي صفحة معاناة إنسانية أرهقتهم لسنوات من قضاء أبغريب غربي بغداد زياد نهاد الحرة ترجمة نانسي قنقر